ينظرون صديق العزيز جميعاً عبد الفتاح السيسي كيف أبني خواعد المجد واحد قد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها هي وطن تاني لنا كما أن الإمارات وطن تاني إلى المصري إن الشعبين المصري والإمارات دائماً على قلب رجل واحد مصر العزيزة لي وطن وهي الحمى وهي السكن دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين إن كنت عربياً ولا تحب مصر فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى إنها أرض ومهد العلم والمفكرين والعلماء الشعب اللي تبنى فيها تبنى لتبطى كالأهرامات محبا يا هلاحي في الشهابة يدروا أمر إنزل عالي وثمي محبا يا هلاحي في الشهابة محبا يا هلاحي في الشهابة محبا يا هلاحي في الشهابة عبد الفتاح السيسي 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 اشتركوا في القناة محمد بن راشد كان الحديث عن حينها فخامة الرئيس ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد عن استئناف الحضارة في العالم العربي اليوم ونحن هنا في هذه القمة التي تبحث عن استشراف دائما مستقبل الحكومات دعنا نبدأ معك فخامة الرئيس بالحديث عن استئناف الحضارة في الوطن العربي هذا الجسد لا يمكن ان يستعيد عافيته دون القلب وقلب العالم العربي هو مصر الحبيبة نبدأ معكم بالحديث عن العمل الحكومي الحكومة المصرية والخطوات التنفيذية التي اتخدموها لتحقيق اصلاح رائد وهيكلي في بناء الجهاز الاداري للدولة مشروع مهم هو مشروع العاصمة الادارية فخامة الرئيس اود ان تقررنا وتقرر بالحضور وايضا العالم الذي يتابعنا من هذا المشروع الرائد وهل الامر يتعلق بمباني جديدة فخامة الرئيس ام هناك فلسفة جديدة لادارة الدولة المصرية من هذا النطاق بسم الله الرحمن الرحيم اسمع يا فصل معي وقت اديه معك كل الوقت فخامة الرئيس شوفوا انا حاولك وفر وقتك واسئلتك وخلونا اتكلم معكم عن تجربة مصر مسمعوا كويس بسم الله الرحمن الرحيم احنا لما منتكلم اولا خليني مش حنسى ان انا اقول كل التحية والتقدير والاحترام وارجوا ان انتوا تشاركوني فان انا احيي اخوي الشيخ محمد واخوي الشيخ محمد بن راشد واشكرهم واشكرهم على حفاوة للسقبال وكرم الضيافة اللي انا دايما بتقابل بيه هنا في دولة الامارات واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان دايما يديم على بلدكم الامان والسلام والاستقرار ولما اتكلم على التجربة المصرية كحكومة وكمصار على مدى النهاردة احنا كونا بنكلم في 2011 للبداية وانا بكلم مش المتخصصين مش المفكرين مش المثقفين مش المعنيين انا بكلم شعوب التجربة بتاعتنا تجربة انا بحكيها للناس مش بحكيها لان المتخصصين عارفين كلام كتير باللي انا بقوله ويقدروا يفهموه في اطار ان هما بيدير دول فلي بيدير دولة عارف كويس مقتضايات ومتطلبات الدولة ايه لكن مهمة اوي ان بقى فيه وصال بنا وبين الناس تعرف الحكاية حكاية مش حكاية مصر هي مصر النهاردة موجودة هنا عشان تحكي حكاية حكومة مصر او مصار مصر في الـ 11 سنة او الـ 12 سنة اللي فاته قلت ابدأ بالتاريخ 2011 لان هو تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر وكادت ان تضيع مصر كما تعرضت كتير من الدول في المنطقة اللي انتوا عارفين وكلكم ومحدش نجي الا مصر محدش نجي الا مصر حسنا لو جت كلمتكم السنة هاتكلم عن حاجة اسمها انا قلت عليها اسمها التحديات المتوازية فحد يقول لي ايه متوازية اقول له يعني احنا كان عندنا تحديات مفيش تحدي قبل تحدي تهت تحديات كلها على خط واحد التحديات كلها على خط واحد يعني ما عنديش اولويات مقدرش اقول ايه اخد دي واسيب دي انا عايز اجابه التحديات دي كلها مرة واحدة لأنها مدينفعش تتساب وحديكم مثال على حاجة حاجة كده تقول لي معك وقتها دي حسب الأجندة نص ساعة ولكن طيب أخذ بالي طيب أقصد أقول التحدي الأولاني بعد 2011 هو حالة التشرز والتفكك وفقد الأمل واليأس اللي كان بيعاني منها المصريين ودي حالة مش بس والدة 2011 ده منهجة عمل على مصر من الناس جوى مصر بفكر معين عشان متهيق لهم أن الدولة لما تقع هتبقى في إيديهم ما يعرفوش يعني إيه دولة أن الدولة لما تقع ما بترجعش تاني الدولة لما تقع يا فيصل ما بترجعش تاني ده كلام اللي أنا بقوله لكل اللي بيسمعني مش بس في الإمارات في كل المنطقة العربية لو بتسمع الدولة اللي بتقع صعب برجوحها طيب مصر رجعت ليه دي إرادة ربنا دي إرادة ربنا فالتحدي الأولاني كان حالة التشرز واليأس اللي جات موجودة عند المصريين طيب تحدي الطاقة يعني إيه؟ يعني عندي كان عندي مشكلة كهرباء وعندي مشكلة غاز وعندي مشكلة بوتاجاز طيب ده معنى إيه؟ معناه لما أجأ أقولك أن أنا صرفت على أقطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من واحد وثمانية من عشرة تريليون جنيه هو تقولي هو ما كنتش فيه مشكلة كهرباء لما حد من دلوقتي يعني المتابعين دي الشأن اللي عم في مصر لك إيه؟ أنتو صرفت فلوس كتير قوي في البنية الأساسية والمشروعات القومية طيب هو أنا كان عندي فرصة والكلام دي أنا قلت لوزير الكهرباء في الفين أنا توليت المسؤولية في الفين وربعة عشر قلت له أنت متصور أنا كنت السنة جاية الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها سبع سنين لو ما تحلتش البلد دي هتخربه دي البلد مصر هتخربه دي فقال لي إزاي أتولي اسمع الكلام لازم مشكلة الكهرباء تتحل خلال سنة والانقطاع اللي بقى له سبع سنين ده ينتهي السنة الجاية واشتغلنا على كده أعصد أقول إذا كان القطاع ده الوحده خاد واحد وسبعة من عشر تريليون جنيه ألف وسبمائة مليار جنيه إمتى؟ أيام الجنية ما كان بتمانية جنيه أسف الدولار ما كان بتمانية جنيه طب حتى لو كنا السمارينة بعد كده لغاية لما بقى وصل لخمستاشر يعني أكتر من 150 مليار دولار لقطاع الكهرباء هو كان فيه مشكلة في الكهرباء في أصر بالدرجات كتير مننا عشان كده بقول إيه الكلام مش للدول مش للقادة مش للمعنيين مش للوزراء الكلام ده للناس الدول حاجة تانية الدول الشعوب حاجة تانية لابد من التواصل المستمر معها وإضاحة الصورة بشكل مستمر أنا أتكلم على دولة زي مصر فيها 105 مليون إذن كانت الطاقة كتحدي حد يقول لي كنت إيه ليه حطته أولوية هنا التجربة المصرية لها خصوصيتها يعني إيه التجربة المصرية لها خصوصيتها هو الشعب المصري كان يستطيع أن يتحمل أن الكلام ده يستمر سنة كمان؟ لا ده كان تقدرنا ده كان تقدرنا كمسؤولين عن الناس حطت المسؤولية في رقابتنا أنهم مش هيستحملوا تاني والحالة التي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا ما كانش مطلوب أنها تتكرر تاني إن الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة زوفة الاقتصادية مش قوية إذن أنت كمسؤول حريص على أنك إنت بقدر الإمكان تحل مسائل ما تقديش بالبلد دينها تتهزي مرة تاني على نفس النسخ ده قطاع زي قطاع النقل في مصر القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها ده معنى إيه معنى ده كان فيه قطاع والقطاع ده مؤهل إنه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم استثمارين يجوا يشتغلوا يقدروا يعمل استثمارات في مصر الكلام ده ينطبق على تحديات أخرى كثيرة أنا عشان مثل ما أخدش منكم الوقت كتير لكن اللي أنا بقول عليه ده دي قطاعات كان لابد إن إحنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق أو في نسق واحد ما كانش فيه أولويات ما أقدرش كان لابد إن أنا أتعامل وبرضو بقول تاني كل دولة المفروض إن مسئوليها أدرى بثقافة وممارسات شعبها وبالتالي بيضع الحلول التي تتناسب مع الطبيعة مع الشخصية مش بش اللي ينفع عندي يمكن ما ينفعش عند حد تاني واللي عند حد تاني يمكن ما ينفعش عندي لأن كل بلد لها خصوصية ودي طبيعة دخلت ربنا سبحانه وتعالى فنرجع تنقول إن التحديات اللي كانت موجودة في الدولة المصرية جودة التعليم على سبيل المثال ده تحدي آخر أحد يعرف إن أنا عندي في التعليم الأساسي 25 مليون وفي الجامعة 3.5 أربعة مليون وبيتخرج كل سنة 700 ألف 700 ألف حد يعرف إن فيه عندي تحدي نمو سكاني إن إحنا في 2011 كنا 81 مليون النهاردة بعد عشر سنين تقريبا بقنا 105 مليون يعني زدنا 25 مليون في عشر سنين طب هو العدد ده الحكاية اللي أنا بحكيها لكم دي معناها إيه؟ معناها هي مصار حكومة كفحت على قد ما قدرت في ظل ظروف محددة عشان تحل المسألة يبقى النهاردة تفتكر إن جودة التعليم عشان أحل المسألة بتاع جودة التعليم أعيز 250 مليار دولار عشان أوفر عليكم الحسابات كل طالب بالتعلم تعليم كواس عشر ألف دولار طب أنا ما عنديش الرقم ده وفي نفس الوقت ما أقدرش أخلي بالاتزامات تجاه المواطن تبه أولادي صغيرين وأحفادي يمكن أن هم يخشوا المدرسة ويتعلموا إذن لجودة التعليم كتحدي ولا جودة الصحة العامة كتحدي قدرات الدولة المصرية بمنتهى الصراحة كنت دايما أقول ده للناس اللي بتسمعني بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزنة كل سنة تريليون دولار يعني كام؟ يعني ما يقرب من مثلاً عشرين تريليون جنيه طب هل المبلغ ده متاح؟ لا طب نصه متاح؟ لا طب ربع متاح؟ لا مش متاح كل دولة دي هزروفها إذن الحكومات اللي بتتعامل مع القضايا ديت بتبقى عايزة تحل وأنا كان تقديري للموضوع هو حل بالمبادرات بأفكار ودايما نقول اللي الظروفه صعبة يفكر والذروفه مش كده ممكن يفكر ويبقى أفضل لكن أنا باتكلم على دولة زي مصر كتجربة أنا بقولها لكم طيب إحنا عايشين كتحدي آخر على شريط دايق من أسوال الإسكندرية الكلام ده بقى له قد إيه؟ بقى له أكثر من 150 سنة اللي هو الشريط المحازل النيل كان مناسب أيام محمد علي من 150-160 سنة أن يبقى فيه 4 مليون عايشين بس ما بقاش مناسب ساعد لما خدنا القرار أن يبقى موجود 81 ولا 82 مليون في نفس المكان طب ده عمل تحدي؟ طبعا عمل تحدي به إيه بقى؟ آه طبعا عمل تحدي في العشويات والتخطيط العمراني؟ عمل عمل تحدي في التنمية العمرانية؟ عمل طيب أنا كل ده بجواب على سؤال العصور الأول نعم أستنى بس يا فيصل أنا ما صدأت يا فيصل في السياق وأنا ما صدأت أيضا قابل فخامة الرئيس وأنا ما صدأت أيضا قابل فخامة الرئيس في نفس السياق يعني دائما نشهد هذه الشفافية المعهودة منك وفي كثير من اللقاءات في التحضير لهذا اللقاء مع فخامتكم كنت تتحدث عن ضرورة أن يفهم المجتمع بكافة شرائحه السياق يفهم أصل المشكلة ذكرت تجارب مثل سنغافورة ذكرت كوريا الجنوبية وقلت أن الناس أو المجتمعات ترى الحل النهائي ولا ترى السياق ما الذي قصدته في خامة الرئيس دا كلام جميل قوي يعني أعيز أقول لي من كم يوم كده كنت موجود مع الولاد بتوع الجبال بتوع الكورة فولد منهم بيقول لي أنا حبقى زي محمد صلاح فقلت له تقدر تعمل مصار محمد صلاح تبقى زيه إذن لو أنت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية اللي عملته سنغافورة اللي عملته أي دولة أخرى تقدر بس السياق اللي تعمل هو العمل والعمل والصبر والتضحين أول تاني العمل 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 الصبر والتضحين هده أنت مش هتحل الموضوع في مدة زمنية سنة واثنين وثلاثة لتحديات كبيرة إذا لا أنا أتكلم عليها أنا عايز أقول لك أنا عايز أعمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية عايز أعمل ربط كهربائي مع دولة اليونان عايز أعمل ربط كهربائي مع إيطاليا عايز أعمل ربط كهربائي مع السودان وليبيا طيب أنا مؤهل لكن خامت رئيس هل ممكن يكون مثل هذا الربط مع أيضاً لأردن كان هناك حديث قريب محتمل لا هو السؤال مش كده والإجابة بتاعته حاجة تانية أنا جاهز لده ولا لا قبل كده ما كنتش إيه ما كنتش جاهز دلوقتي أنا جاهز كل التوفيق لا أقصب كلمة أنا بقولها يا فيصل أنا جاهز أنا بقولها بكل توضع أني ما كانش ينفع أقول دي ما أنت بتطلب مني كشعب كمواطن مطالب بس أنا وأنا بحقق لك المطالب دي باخد مصار ده المصار لا المصار ده أنت معي كمواطن مستعدة تتحمل تكلفته تتحمل تبعاته تتحمل ضغوطه ولا لا هي دي القضية والحكاية في البلاد لزوفة الاقتصادية بش قوية وبالتالي السياق اللي أنا بأتكلم عليه عشان كده قلت لك إيه هل كان ممكن أأجل موضوع الطاقة لمدة عشر سنين وأنا جي تقول لي أنت جاهز للسبال مستثمر أقول لك لأ مستثمر أقول لك لأ أنت جاهز تعمل ربط الكهربائي مع الدول الجوار أقول لك لأ خلي بالك الربط الكهربائي هو عبارة عن ده التطور الكبير في الكهرباء في العالم العالم كله عايز يبقى شبكة واحدة عشان يبتدي تبادل الطاقة تبقى لنظروف كل بلد واحتياجاتها طيب أنا هبقى جزء من المنظومة دي إزاي وأنا القطاع عدي متخلف جدا مش متخلف بس إن فيه احتياجات بواطن عايز يعيش ويتبسط إن فيه نور لأ أنت عايز زولة تقوم الدولة مقتضية حاجة تانية نرجع تاني للسياق إذن السياق اللي أنا بتكلم فيه هو سياق كل دولة تبقى نظروفها مع فرضية نجاح السياق ده ودي مسئولية مين حكمها وهنا المسئولية وفي ظل هذه التحديات تتغير الأولويات تحددت فخامة الرئيس عن التعليم وأنه يحتاج أكثر من 250 مليار أيضا دولار والصحة أيضا هناك تحدي كبير على مستوى الصحة في ظل هذه التحديات رؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي بالطبع هناك رؤية هناك خطوات جادة لإيجاد الحل أو البدء في مواجهة هذه التحديات من أين يمكن البدء شوف أنا حاول لك اللي ما تدرش تعمله كله ما تسيبهوش كله فكان المصار هو دايما طرح أفكار تحل بها المسئلة نبدأ بجودة الساحة أنت تعرف أن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي مش كده المصار ده لو كان ماشي تبقى للمصاري الطبيعي في معالجته كنا لغاية دلوقتي أنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي لكن بما أضرب فكر اتعامل قدرنا أن نقول النهاردة مش نهاردة بقى من ثلاث سنين أن مصر دولة خالية من الفيروس حاجات أخرى كتير زي كده فأنت بقيت تستهدف بمبادرات يا بحسن تستهدف التحديات اللي عندك بدل ما تعمل سياق عام يعني تقول إيه إن أنا اللي هعمل تأمين صحي كامل للدولة المصرية بتكلفته طيب إحنا عاملين حسابنا على كده إحنا عاملين حسابنا إن إحنا نعمل تأمين صحي كامل خلال عشر سنين كانت الفكرة والخطة خمستاشر قلنا حنظت ونخليها عشر طيب لغاية لما أعمل ده لغاية لما أعمل التأمين الصحي الشامل للدولة المصرية كلها المئة مليون أو المئة خلي بالك كمان تأمين سنة على الفين مثلا خمسين أنت بتكلم في خمسين مليون زيادة كمان طلبت التعامل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وقلت نرحب ويعني سنمنح ميزانية الدولة لمن يدير على سبيل المثال المستشفيات يعني خمسين مليون ده كانت تخصصها الدولة لإدارة مستشفى تقدم لرجال الأعمال صحيح وطلبت أيضا ما لديه أفكار أن يتقدم ما لديه أفكار الكلام ده احنا عملناه ده كلام كويس أو أنت بتطرحه دلوقتي أو نحطه احنا الكلام ده احنا في المستشفيات وفي المدارس وفي التعليم أن احنا نقول النهاردة ندخل القطاع الخاص يخش يشتغل بقدرته على الإدارة الجيدة وإحنا كدولة نساهم معه في تكلفة احنا مستعدين ندفعها وهو يكمل بقية الموضوع يعالج على مستوى القطاع المدني بفكرة القطاع الخاص والشريحة بتاعته كدولة اللي أنا عايزها يبقى هو ملتزم بيها ضمن بورتوكول العلاج لكنك عتبت على الرجال الأعمال بأنه لم يبادروا بالتعاون مع الحكومة بالشكل الذي ترجوه على الأقل في خامة الرئيس أنت مش كل اللي أنت بتطرحه الاستجابة بتاعتك بتتحقق في الوقت المدى الزمني بتاع التجربة المصرية كلها حتى الآن كم سنة أنت بتتكلم في 2011 كانت فوضى كاملة صحيح أنت بتتكلم في 2011 و12 و13 الدولة كلها قيمة وفيه فصيل عايز يهد الدنيا وبعدين الشعب تحرك عشان يغير وبعدين دخلت في تحدي تاني أن ده كان كله بيتعامل وفيه إرهاب بيستهدف الدولة المصرية إرهاب يعني يا فصيل يعني تفجير مدارس تفجير كنايس تفجير جوامع تفجير بنية تحتية مقتل ناس في الشوارع كان ناس في الوقت ده المصريين يقولوا إيه أدونا الأمان وما ناكلش أدونا الأمان خلونا نمشي في الشوارع بأمان وسلام ومش عايزين ناكل أنت النهاردة يعني بتعوضوا شديد برضو يا فصيل الإرهاب ده بقى تاريخ بقى إيه تاريخ تاريخ فالأنا أصدر أقوله أن أنا ما كنتش أقدر غير رمشي في السياق التحديات المتوازية دي ما قدرش غير أنا أعمل لها إجابات حلول مقترحات متكاملة أحل دي وأحل دي إزاي وأنا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع المية وبعمل مشروع النهل أنا بشغل شركات قومية في مصر شركات وطنية في مصر فيها خمسة مليون إنسان يبقى بعالك بطالة كانت محتملة نتيجة عودة الناس اللي كانت موجودة في دولة زي ليبيا نتيجة حدق حالة اللي حصل يعني فيها أو دول أخرى ورجعوا مصر بالملايين بالملايين ونسبة موقعات الألوف طب دولي حيقشوا إزاي فتعاملت مشاريع في مصر بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل خمسة مليون بخمس تلاف شركة في كل القطاعات في كل شيء منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها حالة صعبة قوي حالة صعبة قوي إلى دولة إلى إيه؟ دولة حاجة تانية خالص نرجع بقى تاني طب إيه النقطتين المضئين عشان نختم الكلام قبل الوقت حتى نتطرق لأكثر من محور حاضر حاضر نقطتين مضيئتين كانوا موجودين أنا بسجلهم هنا والشيخ محمد حيزعل والله 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 وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع النقطة المضية الأولانية هو الدعم دعم الأشقاء اسمع يا فيصل اللي أنا قلت ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3-7 ده فقالوا الشيخ محمد بن زايد جيزوا لمصر طيب أول مرة سأشوفه كان ساعتها الناس بتوقف أنا بفكر كله بفكر الناس اللي في مصر قبله وفكر نفسي وفكر الناس اللي هنا يعني كانت بتوقف الناس طابير على محطة الوقود مفيش البتجاز مفيش سولارو بنزين مفيش أيوة طب أنت ما تكسفش نكتول كده ليه ما تكسف ليه إحنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا نخلي إيه بالنا من بلادنا من بلادنا وكلامنا كنتم قوله كتير في الأول لو تفكروا أقول خلي بالكم من بلادكم خلي بالكم الأمان والسلام والاستقرار الموجود ده تمسكه فيه كده على كل حال فجهل الشيخ محمد ومعه وفد من دولة الإمارات وعارف المطلوب مش أنا قلت له والله العظيم ما قلت له أنا بحلف والله ما قلت له بس لقيت السفن بتتحول من من البحر المتوسط في البحر الأحمر فيها البتجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين أنا بقول كده للمصريين بفكرهم بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر ده كانت أول نقطة إيه؟ مضيئة وعشان أكون منصف وأمين والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي حيتقدم لمصر ولو لا وده مش عيب ده حالة حالتنا ده حال مصر وحال دول كتير دلوقت في المنطقة بتمر بكده حال دول في المنطقة بتمر بكده من برح كنت أعاد مع أخوي الشيخ محمد رئيس الدولة بقول له هطلب منك طلب قال لي خير قلت له سوريا سوريا عشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا فقال لي احنا اقول كده ولا ما يصعر والله العظيم قال لي احنا بدي بعد 8 طهرات كل يوم صحيح قلت له اكتر قلت له ايه اكتر طب ممكن ان الشعب الاماراتي يزعل من ده مش عارف اوه وتزعله ابدا اوه بالعكس تفتخروا وتتشرفوا وتساعدوا ان انتم عملتوا ده وبتعملوا ده دي الكلمة اللي انا عايز النقطة المضيئة الاولانية اللي لو لاها يا فصل لا يمكن ابدا على قد عقلي وعلى قد تشوف اللي انا كنت شايفوا ساعتها ان كانت مصر تعد من اللي هي فيه ابدا ابدا اسمع الاحتياطي اللي كان موجوده كان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في الفين وحداشر لغاية الفين وآه تلاتاشر خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بجيب فيه المواد البترولية وخلص ويه خلص بقى فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي تجيبه مع ده يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل الفين وحداشر ما بقاش موجود اذا اللي انا بأكده هنا ان لو لا وقوف الاشقاء في الامارات في السعودية في الكويت اللي انا بأتكلم عليه لو لا ما كانتش مصر واقفت تاني فالبعض فخامت الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية خلينا اكلم فضل فضل فخامت الرئيس خلينا اوجه لك الشكر تاني وتالت ورابع وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة انها تؤثر على الأخوة اللي بينا بينا كلنا ابدا احنا كان فيه من ضمن الكتاب كان بيقول لي عايزين نشيل من القموس العربي كلمة الأشقاء العرب وانا بقول له ربنا بيقول انما المؤمنون اخوة فاحنا اخوة اخوة فدي كانت أول نقطة مضيئة كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد مش بس مصر اي دولة عربية اخرى النقطة التانية اه انسقف لو سمحتو اه انسقف اه طبعا يا رب يديب عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة اللهم امين اللهم امين النقطة التانية كانت الحقيقة ما لازم اقولها هنا هي كل الناس كانت خايفة ان المصريين ما يستحملوش ما يستحملوش الضغط ده لا استحملو ريهان كبير على الشعب المصري نعم وانا كان عندي يعني كان عندي ثقة انه هو هيكون قدر المسئولية وقدر الحمل الكبير ده اقصد اقولك ان حتى في الظروف اللي احنا موجودين فيه هدية فيه تضخم ضخم جدا في مصر وفي كتير العالم كله كازم اقصدية بتمر بالعالم كله لكن المصريين تحملوا ويتحملوا الظروف دي وده امر ايضا النقطة المضيئة التانية ثم بقى جهدهم في العمل اللي تم خلال ال 11 سنة دول او ال 10 سنين دول وان شاء الله الفترة القادمة اقولي اللي انت عايزه بقى فضلك كيف تطمن المصريين انا اذا سمحت لي فخامة الرئيس الحديث شيق معك بامكاننا يعني اضافة مزيد من الوقت انا ما عنديش مشكلة وهذا شرف لي وبالطبع الحضوري ايضا يودون استسمع منك اكثر اود الحديث عن يعني مبدأ الشفافية انت ربما تتصل حتى في برنامج يحظى بمتابعة من كافة شرائح المجتمع توجه مسؤول تتحدث عن ميزانيات عن ارقام بشكل دقيق هذه الشفافية الى اي درجة بالفعل تصل الى الشارع المصري تطمن الشارع المصري من هذه التحديات ولعل الاخيرة المتعلقة بالاقتصاد فخمت الرئيس طيب انا عايز اقول لك ان الشكل ده من التواصل على مدى الفترة دي كلها فيصل شكلت مش فكرة انه هو حالة وعي زادت ودي زادت لكن انا عايز اقول في حالة من الثقة تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومة والقيادة ومعايا شخصيا وانا عايز اقول لك برضو فيصل بردامي اتكلمني فيها اللي بيتعامل دلوقتي بقاله تامن شهور او سنة هو محاولة للعبس في الحتة دي في المساحة دي مساحة الثقة مساحة ايه الثقة الثقة اللي موجودة من الكذب والافتراء والادعاءات وحاجات اخرى كتير انا عايز اقول لك ده بيتعامل دلوقتي لانهو طب فين الكتلة فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في الدولة المصرية هي الحكومة والقيادة طب نعمل يبقى وهو الارهاب ما نفعش اه فيصل الارهاب في مصر فشل والحمد لله رب العالمين خلصنا منه اصبح منه اه دفعنا تامن كبير دم ابنائنا و وشعبين يعني لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عادة طب هم حيسبونا كده حيسبونا كده لا فالنهارده بيتم العبس في المساحة اللي بين القيادة وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخالة ارجع العاصمة بقى عشان اختم لك الكلام العاصمة الادارية الجديدة نعود هل تحمل بالحديث عن الامل ومستقبل افضل لمصر هل تحمل فقامة الرئيس يعني انتقال فقط لمباني جديدة ام هناك فلسفة تناقشونها مع الحكومة ما الفلسفة ومحور هذه الفلسفة لا انا قلت في في وس الكلام قلت تحدي التواجد المكسف في شريحة ارض خمسة في المئة من مصر مصر مليون كيلوات مربع خمسة في المئة يعني خمسين الف كيلو بقى نوم كده بقنا كده العمر كله خلاص ذقت علينا وحتى بقيا بقت مؤزية اللي حصل ان احنا قلنا ايه مش العاصمة احنا بنتكلم في 24 مدينة ذكية كم 24 مدينة مدينة ذكية طبعا ليه لان النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده بقى فيه اكتر من 40-50% من الكتلة السكانية في مصر عشوائيات خلاص بقى ما فيش تنمية عمرانية خالص بقى الناس عايزة تحيشوا بس فكان لابد ان احنا نخرج برة الشريحة ديت ونصل لعشر الاثنشر في المية من مساحة مصر اذا انت بتتكلم بقى لك عشرات ويمكن اكتر من 200 سنة عايش على 4-5% وعايش في خلال عشر سنين تبقى على 10-12% ايوة والعاصمة جزء منها طب الفلوس جاي منين يا فيصل الفلوس جاي ايه منين طيب الموازنة الحكومة لا تتحمل بناء المدن دي لكن الفكرة دايما اللي انا بقولها للدول اللي هي عايزة تحل مسائل وظروفها الاقتصادية لا تستطيع يعني ان تحقق ذلك انا النهاردة كان متر المساحة العاصمة 700 الف 700 مليون متر مربع 700 مليون متر مربع لو انت حسبت متر بمية جنيه يبقى 70 مليار ولو حسبتوا بألف يبقى 700 مليار ولو حسبتوا بعشرة يبقى 7 تريليون والمتر ما نحفهمك ازاي تحاولوا من متر بمية جنيه لمتر بعشرة تلاف جنيه تعدي كبير ما انت عندك نبقوا سكاني وفي طلب انت عندك كل سنة بيتجوز 700-800 ألف شاب وشابة يعني انت بتتكلم في عدد من الوحدات السكانية بعيد عن الريف الريف 50% تقريبا من الطلب ده نعم موجود هناك لكن على القال انت عايز 400-500 ألف شقة سنويا طبعا النهاردة اعملوا في القاهرة الزحمة اعملوا في اسكندرية الزحمة اعملوا في اي محافظة من المحافظات الزحمة ولا تلع برا فتلعنا برا فلما تلعنا برا احنا من خلال الارض دي اللي عاد تسعيرها بالفكرة يا فيصل بان هي بقت العاصمة فبقى المطور العقاري عايز يخش انا اشتغلت مطور استراتيجي في الـ 24 مدينة اشتغلت ايه مطور استراتيجي الدولة اشتغلت كده من فلوس منين من الارض دي لكن فخامت الرئيس يعني هناك حديث عن همية وضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة البعض يرى ان في ظل هذا التحدي الاقتصادي لا يمكن الحديث عن بنيان لا بد الحديث عن الانسان يعني كيف يمكن الرد على مثل هذه انا اردت عليك وقلتك التحدي بتاع جودة التعليم والتحدي بتاع جودة الصحة الاتنين دول مع بعض مع عمل فرص عمل يعملوا اللي انت بتتكلم عليه الانسان اللي انت بتتكلم عليه ده برنامج طويل قوي انا لما اجي اعمل مصار تعليم جديد او مصار تعليم متطور اشوف نتائجه بعد كم سنة بعد سنين عقود 14 سنة كم 14 سنة 14 سنة اتلقوا النهاردة اشوف نتائجه كاول خريج بالتعليم المجودة بعد 14 سنة لخطة طويلة 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 الامل نرجع للعاصمة انا النهاردة كان عندي مشكلة في الجهاز الاداري في الجهاز الاداري متراهل متراجع اتوظف مليون ونص اثناء الثورة كده بقى زيادة وكان بتلتو يشتغل الجهاز الاداري طيب حامل ايه طيب وانا في العاصمة الجديدة دي عملت مايكانة كاملة الحكومة الذكية على اعلى مستوى ثم كل المطالب المطلوبة لحكومة جديدة مش حكومة جديدة كاشخاص كفكرة كفكر جديد يبقى موجود في العاصمة طيب ان شاء الله ام تكلام ده ان شاء الله السنة دي بدأتم نحن بدأ لسنة اللي فاتت ونجي البيئة بقى من الطاقة طاقة الحكومة الى الطاقة يعني كان لكم مبادرات رائدة كوب 27 يعني لم يكن احد يتوقع هذا النجاح الذي حققت مصر في هذا الملف في ظل تحديات اقتصادية التوجه الى الهيدروجين الاخضر يعني مبادرات رائدة في هذا المجال كيف يمكن ان تلخص لنا فخامة الرئيس هذا الامر انت فيصل عشان اتكلم على الحكاية عايزة تتربع ساعات بصراحة لكن خلينا نتكلم على تبقى لا 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 نتكلم على بدأت 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 موضوع البيئة والكلام ده عايزة اقولك بصراحة مش حتى احنا حضرنا مؤتمر مناخ في باريس 2015 مش من وقتها يا فيصل انت لو حتى تجد ان احنا مصر شغالة بتطهر بحيرات مصر وشرفة على الانتهاء منهم بحيرة المنزلة واحدة 250 الف فدان تم بيتزال بحر متوسط بيت ايه زي البحر متوسط وهي كانت ملوسة وحالها بالها من السنة من السابعة نرجع تاني بقى للبيئة فاحنا اهتمامنا بالبيئة ما كانش فقط في اطار اللي احنا احنا كنا بنعتبرها امر ضروري وحتمي ان احنا نتحرك فيه لما اتعملت شبكة الطرق القومية في مصر كان الهدف منها اسمع الرقم ده نوفر 8 مليار دولار سنويا حجم الوقود اللي بيستهلك في الاشارات والوقفة في مصر كلها ما ليه فانت تيجي تقول لو جيت قلت الوزير النقل نعمل لك الشبكة ديت بس يقولك طب 8 مليار دول مين يدفعها لو قلت الوزير البترول يقولك من يدفعها لو قلت لأي حد تاني فكلنا كفكرة بقى ان الدولة تحمل ده عشان تحل المسألة دي وال8 مليار دولار اللي بيستهلكه سواء كان طاقة او وقت ضايع على الناس في الانتظار في كده او التلوث اللي احنا كنا بنعاني منه واللي الناس كتير النهاردة مش حاسة به فاحنا بدأنا كرسميا مع مؤتمر باريس ثم في جلاسكو في النلطرة السنة اللي فاتت كان منه عشان احنا هنستلم المؤتمر اللي انتو شفته وفعلياته وكنا حارسين على انهو بقى قمة التنفيذ يعني ايه قمة التنفيذ مؤتمر التنفيذ بقى لان احنا كلمنا كتير جدا في التعويض والدول اللي مضارة بالتلوثة خاصة دول النامية والفقيرة وكان مطلوب مننا ان احنا نجاهز المؤتمر كويس انا باختصر الكلام نجاهز المؤتمر كويس عشان نخرج بقرار عملي حقيقي يلزم الدول الصناعية الكبرى من هي تدخل في صندوق التعويضات او تحمل جزء من الخسار الناجم عن للدول اللي هي هتعمل برامج للاصلاح البيئي طب السؤال لديك يعني مستنيت تسألوني طب ماذا عن الامارات السنة نحن في تنسيق الاماركة موجودة معنا من قبل ما نعمل المؤتمر بتشوف احنا بنعمل ايه عشان هما دايما دايما بيزبقونا لكن حققته نجاح كبير والامارات ستبني على هذا النجاح فخمت الرئيس اشكرك على سعة صدرك ورحابة صدرك في الختام كلمة تود ان تختم به هذا اللقاء وتوجهها للحضور ومن يتابعنا الان الكلمة اللي ممكن اقولها للحضور كلهم ما اقولها من الدول حاجة والحفاظ عليها حاجة واللي ممكن يبقى بين الناس وحتى في الاعلام وحتى المثقفين والمفكرين وحتى السياسيين اللي ماسك الدولة بايده مهما كانت الدولة ماسك ايه ماسك النار بايده والله ماسك النار بايده والله اي مسؤول بيقود دولة غنية متطورة فقيرة اي حاجة ماسك ايه النار النار ده الكلمة انا بقولها واخر حاجة بقولها خلوا حفظوا على فضل الله على بلادنا وشوفوا الاثار وشوفوا الاحداث اللي مرت انا ما بحبش اقول اسمها الدول عشان لا اقلم حد يعني الدول اللي دخلت في الصراعات في الحالة اللي احنا دخلنا فيها في مصر في 2011 و12 و13 بنتخلص منها بعد 10 سنين بعد كم على فرضية نجاح مصار الحركة ف بشكركم شكرا لك بشكركم بشكركم وهنا المنصة دي المؤتمر ده العاشر فرصة عظيمة جدا جدا لناس تسمع وتشوف وتتعلم من بعضها التجارب والمصارات اللي تم العمل بيها اللي نجح منها هو نجح ويتقال واللي منجحش يتقال برضو عشان يتعلم مننا كلنا مرة تانية يا فيصل انا بشكرك انت اندتني الفرصة وبشكركم ان انتم يعني استحملتوني المدة دي كل الامان والسلام والاستقرار والسعادة لكم ان شاء الله شكرا لكم السلام والاستقرار والامان لمصر الحبيبة شكرا لك فخامة الرئيس على ايطاحة الفرصة للقاءك شكرا لك